هتكون متواجدة لكابتن محمود الخطيب مع مستر فيلر بعد مباراة مصر نادي مصر او خلال ايام يعني الجلسة دي مهمة جدا ليه لان انا عندي خبر هو كنا بنتكلم عليه مبالح مع كابتن مجدي واكدته الاخبار النهاردة من خلال زمينا في المواقع ان في عرض قوي لمستر فيلر من خلال الدوري السعودي عشان بس الناس بتقول احنا بنقول اخبار صحيحة احنا دلوقتي بنأكد ان الخبر موجود احنا قلنا مباراة ان في بعض الامور لمستر فيلر لسه ما حسمش موقفه الخبر النهاردة من خلال المواقع وزمينا في الصحف بيأكدوا على الجزئية دي ان في عقد قوي لمستر فيلر بيصل لستة مليون دولار بالنسباله وبالتالي لمدة سنتين وبالتالي عرض قوي انت بتتكلم في ثلاثة مليون دولار في السنة بالنسباله وده بعيد عن جهازه الفني يعني هو ليه هو شخصيا الستة مليون دول على سنتين بعيد عن جهازه الفني ويقدر هو كمان يحدد الراتب الخاص به الجهاز الفني المعاون ليه لو هو وافق على هذا العرض وجزء كمان ان هياخد مليون دولار كاشت بوزيت بالنسباله لو وافق على هذا العرض فبالتالي مستر فيلر عنده عروض عنده عروض وهو من خلال الصحف السوسرية صرح بهذه جزء انه هو حتى الان لم يحدد موقفه من التواجد فيه النادي الالي في الفترة القادمة وده جزء مهم جدا عشان ننتقل للخبر اللي انا بقول لكم عليه وهي جلسة كابتن محمود الخطيب ومستر فيلر لتحديد موقفه القادم مع النادي الالي عشان ما يحصلش اي مشكلة تكون موجودة في الفترة القادمة خصوصا النادي الالي داخل على طورة افريقيا لو مستر فيلر خد موقفه في الفترة ما بين 1 اكتوبر ل10 اكتوبر هتكون في مشكلة للنادي الاهلي انه ممكن مستر فيلر هياخد موقفه انه هو خارج حسابات النادي وبالتالي النادي الاهلي هيبقى عنده هيلعب من غير مدير فاني هيكون طبعا من احد ابناء النادي الاهلي كمدير فاني لكن هتبقى الامور تلغبطت شوية فهي دي النقطة والجلسة المهمة بالنسبة لكابتن محمود الخطيب وتحديد مصير مستر فيلر خليني احنا بنتكلم واخبارنا اللي احنا قلناها بتعادل فريق المقاولين نهاردة واحد واحد وكانت مباراة صعبة ويمكن النادي المقاولين زي ما بولوكو هو بينافس على تواجده في المربع الزهبي وعنده امل كبير جدا من خلال المدير الفاني كتن عماد النحاس ولعبته المميزة المتواجدين في التوقيت الحارج اشتركوا في القناة